أهلا بحضراتكم من جديد أول ما رمضان بيهل علينا تلاقي بقى بعدها على طول حصل أزمة إدارة وقت كتير مننا بيبتدي يعطل نظام حياته ويبتدي يعطل نظام شغله ويبتدي يرفع شعار فوت علينا بعد العيد أو بعد العيد إن شاء الله ده طبعا الشعار المتداول يعني وخلينا نقول إن الشكوى المستمرة بإن أنا مش عارف أعمل حاجة في رمضان إن رمضان الوقت فيه بيخلص بسرعة إن ما بلحقش أعمل حاجة إن رمضان جيه كل الكلام ده ممكن يتغير بشوية تفكير في جدول الوقت بتاعنا اسمه time management أو فن إدارة الوقت على الرغم إن هذا الشهر الكريم بيعتبر فرصة عظيمة نقدر نستفيد منها في تنظيم جدول يومنا إلا إن في عدد كبير جدا من الخطط اللي ممكن نستغل بها هذا الأمر أفضل استغلال ده اللي حتكلمنا عنه دكتور رافت يوسف خبير التنمية البشرية صباح الخير أهلا وسهلا الحالة يا دكتور لما نيجي نقول في زواهر كده الناس بترصدها وإحنا كمان بنرصدها ونقدر نقول عليها بتظهر نتيجة سوء استغلال الوقت يعني بنلاقي صحينا نمنع أو اليوم عايزين اليوم يبقى فيه يوم معاه تاني عشان نقدر نحس إن اليوم نقدر ننجز فيه حاجة طيب هو بس احنا هبتدي بجورج بيرنارد شو عنده كده جملة لطيفة جدا بيقول الناجح لديه خطة وبرنامج والفاشل لديه تبريرات فالشخص الناجح ده هو عنده خطة أي حاجة في الدنيا لو مش بنحط خطة بإحنا بنشتغل بشكل عشوائي أقوى دولة في العالم دلوقتي في التخطيط هي الصين ليه نجحة عشان بتحط خطة هم معارفين النهاردة هيعمله إيه بكرة هيعمله إيه لكن فكرة اللي ييجي في دماغي أعمله ده ده قصة العشوائية حاجة شفت قلت عليها إيه إدارة الوقت يعني هو الإدارة مش معناها أننا مدير وتحت موظفين لا الإدارة فيها حاجات كتيرة جدا إزاي يدير وقتي إزاي يدير بيتي إزاي يدير ثروتي الوقت بصفة عامة في مشكلة لأنه المهام المطلوبة مننا أكتر بكتير من الوقت المتاح طيب بيزيد القصة دي أصعب فين في رمضان نظرا لعدم انتظام النوم نظرا لأن الناس بتقعد فترة طويلة ما بتكلش وبعدين أحيانا بتسيق بقى الأكلنا باكل حاجات كتيرة جدا بتصيبني بالتخمة بتصيبني بالكسل فأنا حتى بعد ما فطرت مش مركز لأننا الجهاز الهضمي كله بتدى يشتغل الدم كله راح للمعدة فهنا ده معنى كده إن الوقت اللي ممكن يبقى متاح إن أنا أنجز فيه حاجات وقت إلى حد ماه محدود خلينا ابتدي مع حضريك مثلا الجيش الفرنسي في الحرب العالمية الأولى ناس كتيرة بتصاب وعدد أطباء قليلين جدا فاللي كان بيحصل إنه عدد كتير من الجنود بتادت موت فبتدوا يعملوا بقى فكرة التخطيط أنا عايز دلوقتي أعالجي القصة دي وحسن المشكلة الموجودة قسموا المرضى لتلات أنواع أو المصابين لتلات أنواع نوع هيموت كده كده حتى لو حصل تدخل في أرض المعركة ونوع أصاباته خفيفة حصل لو ما حصلش تدخل مش حصل له حاجة ونوع في النص لازم يحصل له التدخل عشان يعيش لما بتدينا نعمل القصة دي حصل إدارة جيدة للوقت بتاعة الدكاترة وبتالي نسبة الناس اللي بتدت تعيش بتدت بقى أكتر ده معناه أنه أنا لازم أبقى حاطة خطة بعض الناس بتأجل حاجات كتيرة جدا تعملها جوه رمضان وده عكس الطبيعي مفروض أن أنا رمضان الوقت فيه صغير شوية ووقت التركيز قليل شوية فلازم الحاجات اللي أنا أقدر أخلصها قبل رمضان أخلصها لكن لما باجي أكربس كل الحاجات جوه رمضان ألا نفسي مش عارف أخلص أي حاجة نقطة تانية مهمة جدا برضو الناس بتسأل عليها طب وأنا أبتدي بحاجة صعبة في أول اليوم ولا أبتدي بحاجة سهلة أنا قمت دلوقتي الساعة 8-19 ولسه إحنا في بداية اليوم أبتدي بحاجة صعبة أو حاجة غلصة ولا أبتدي بحاجة سهلة وخلي الحاجات الصعبة لآخر اليوم في مدرستين في القصة دي لكن معظم العلماء الإدارة بيقولك حتى في كده كتاب نطيف اسمه وكل الدفضاعة أو إيد الفراج يقول لحك لما تيجي تبتدي بحاجة صعبة أو الحاجة الغلصة ليه؟ لما بخلصها بحس أن أنا تنفست السعداء خلصت اللي علي الله ينور عليك لكن لما تحطي الحاجة الصعبة في آخر يوم والحاجة الغلصة في آخر يوم طول ما أنت ماشية نفسك ما توصليش للنقطة دي طب خلينا نطبق في رمضان هنعمل إيه يعني؟ أنا النهار ده عندي جدول بيبتدي بيوم بيبدأ بعد كده فيه ساعات في النهار بعد كده فيه في النص حاجة اسمها الفطار اللي هي على صلوات المغرب بعد كده بينتهي بالسحور إزاي نقدر؟ حرق قلت إن إحنا ممكن نعمل حاجات ننجزها أكتر في شهر رمضان إزاي يعني أستغل كل هذا الوقت في شهر رمضان؟ أول ما تبتدي الصبح تمسك ورق أو ألم وتعمل حاجة كده لطيفة كان عملها الرئيس الأمريكي أيزنهاور حاجة اسماها مربع كده فيه أربع حاجات بيتكلم على فكرة الأولويات المهم والعاجل ده أول حاجة نبتدي بيها وآخر حاجة نختم بيها غير مهم وغير عاجل ليه؟ المهم والعاجل لو مخلصش هتبقى فيه كارثة بكل المقايز طيب وإن أبقى عارف إن أنا تركيزي أكتر في الساعات الأولى من اليوم أو أول ما أقرب ناحية الفطار أبتدي أعمل الحاجات اللطيفة بالنسبة لي اللي أنا ممكن بشكل أو بآخر أبقى بعملها وأنا مبسوط الحاجة الثانية أقل لاستخدام السوشيال ميديا عشان دي بتاخد وقت طويل جدا الحاجة الثالثة وهي حاجة مهمة جدا استغلال فترة ما بعد الصحور يعني إحنا عندنا هرمون في الجسم كده اسمه الكورتزول هذا الهرمون هو مسؤول عن التركيز فلو أنا والهرمون ده أكتر فترة في الجسم بيطلع فيها من أربعة لثمانية الفجر غير ثمانية الصبح فالفترة اللي ما بعد الصحور دي هي أفضل الفترات اللي ممكن لو فيه حاجة محتاجة تركيز أقدر بشكل أو بآخر أن أنا أشتغل فيها الحاجات الغير مهمة خليها في الآخر خالص ما تعملتش ما فيش مشكلة هي فكرة إيه حضرتك فكرة أولويات هو أنا مستحيل هلاقي وقت يكفي كل المطلوب من عندي لكن أنا لو معرفتش أعمل الأولويات يا بالتالي فيه حاجة مهمة مش هتتعمل وفيه حاجة أقل أهمية هتتعمل مين اللي بيحدد يا دكتور نمشي بالسيستم إزاي يعني أعتقد الكلام الحراك بتقوله لازم يبقى بينطبق على فئة عمرية معينة صعب أن أنا أخذ أطفال مدارس بعد السحور أخليهم يفضلوا صحيين لغاية الساعة تمانية لأن هما تمانية حيكونوا موجودين في المدرسة لكن إحنا نقدر مثلا أن إحنا نكون يعني نقدر ننجز أكتر فيه ككبار أو كبالغين فنقدر نحدد إزاي إحنا اللي بنقول للولاد ونوجههم ولا إحنا اللي بنحط البلان ولا بنسيبهم هما بقى بيحاولوا يكبروا ونسيبهم يعتمدوا على نفسهم بحيث أنهم يبقى خلقين كده أو بنساعد على وجود شخصيات هي اللي بتتخذ قرار هو ابنك حسب هو سنه قد إيه وطبعا إحنا بنعلم الأباء والأمهات فهو دي حاجة مهمة جدا أنه لو ابنك مش عارف يعمل حاجة سعدي لكن ما توصلوش لمرحلة أنك كل مرة أنت بتعمله الحاجة كاملة لأنك لو عملت له الحاجة from it to z أو من الألف للياء مع الوقت مش هيعرف يعملها تاني لكن أساعده أو ما يعرفش يعني حط خطة يعني الأطفال مثلا بيجوا في المذاكرة مش عارف يعني إيه خطة مذاكرة مش عارف يعني إيه أن أنا بحدد مثلا فصل معين هخلصه النهاردة في المادة الفلانية حاجة مثلا مهمة جدا معروف أنه الحاجات اللي احنا بنقراها قبل ما ننام بتثبت في دماغنا لأنه الشخص اللي ما بينام آخر حاجة دخلت المخ المخ بيبتدي يعمل لها نوع من البروسيسنج فأنا بساعد ولادي طالما هم مش عارفين مع الوقت تبتدي عوده لا أنت تعمل خطة وأنا هعود أتفرج معك على الخطة عشان أشوف هل الخطة دي معمولة بشكل جيد ولا لا في قاعدة مهمة جدا في إدارة الوقت اسمها قاعدة البومدورو تكنيك ده راجل إيطالي كان عنده طايمر كده معمول بشكل طمطموعة كلمة بومدورو يعني طمطموعة فلاقى حاجة لطيفة جدا والده التكنيك ده ينفع يتطبق في رمضان بشكل جيد جدا هو يشتغل عشرين دقيقة وياخد خمس دقيقة بريك يشتغل عشرين دقيقة وياخد خمس دقيقة بريك لما يكمل ساعتين ياخد عشرين دقيقة بريك التكنيك ده بيستخدم في حاجتين في إدارة الوقت وإدارة الضغوط ليه في رمضان طبعا قدر على التركيز قليلة جدا عشان نسبة السكر في الدم بتقل فلما الخمس دقيقة البريك اللي بين كل تلت ساعة والتانية أقف كده في الهواء الطالقة كده أخد نفسي أبص الحاجة بعيدة بقى للعشرين دقيقة احنا للأسف في مصر أحيانا بنعتمد على فكرة الكم لا أنا عايزة أعود ثلاث ساعات مرة واحدة كل الحاجات العلمية سواء إدارية أو طبية بتقولي الكلام ده غلط ده أنا لسه أقول لحضرتك ده أنا على ما خلص لعشرين دقيقة عشان أدخل جوه المود تاني هاخد لعشرين دقيقة تانية وعشان أرجع من البريك الخمس دقيقة هاخد لربع ساعة عشان أرجع من البريك الخمس دقيقة طالما ما ده بيتطبق فماكن كتيرة وناس ناجح يبقى اللي ما بيعرفش يطبق هو اللي عنده قصور لكن هو التكنيك كل الناس بتتفق عليه كل الدوريات العلمية في العالم بتتتفق عليه ناس بتطبق وناس ما تطبقوش يبقى المشكلة مش في التكنيك المشكلة في الناس اللي مش عارفة طب أنا هقولك مثال بسيط جدا على نفس الفكرة عشان أتخذت حسن أنا اللي عندي قصور دلوقت تعالي ناخد مثال بسيط كده زي مثلا القيلولة مفروض تبقى تلت ساعة بعض الناس يجي يقولك إيه ده أنا أساسا على بال ما بدخل في النوم باخد ساعة أقوله حلو جدا هتدرب نفسك مرة واثنين وثلاثة واربعة لغاية ما توصل لتين أي تكنيك بتقل لحضراتك هو تكنيك صعبة في الأقلينك مش متعود عليه أنا متعود دلوقتي أسوق كده لما يجي أقول لحيك لازم تمشي في خط مستقيم تقول لي لي صعب أقولك تعودي هو ده فكرة أو نجاح الشخص في أنه يتعلم مهارة جديدة عمر أي شخص ما يجي يتعلم مهارة جديدة هتبقى سهلة بالنسبة لي لازم يبزي المجهود طيب أنا لو عايزة عمل ده وسط الأسرة يبقى فيه time management أو فن إدارة وقت يبقى فيه نوع من أنواع توزيع المهام هنفترض أن فيها أسرة فيه أب أم ابن ابن نعمل إيه فيه قاعدة مشهورة جدا في الإدارة اسمها قاعدة التمانين عشرين بيقول لحضرتك ادي تمانين في المية من وقتك لأهم عشرين حاجة عايز تعملهم النهاردة أهم عشرين في المية من الحاجات اللي أنت عايز تعمل أنا بمعنى أن أنا دلوقتي مثلا ممكن يبقى عندي حاجات محتاجة نخلصها في الوقت من تسعة ونص لغاية واحدة ونص زي بانثلا بنك يبقى دي لازم أديها أولوية لأن أنا مقدرش أجلها لآخر اليوم فيه حاجات مثلا ابني عنده مشكلة في المدرسة وأنا محتاجة أروح له حاجة كمان مهمة جدا وحاجة بترتب الحاجات الأماكن بتعادتها شكلها إزاي لأنه برضو أحد النقاط الأساسية أنه حاجة بتضيع وقت كدير جدا في المسافات اللي بتقطعها في البحث فده في حد ذاته حاجة مهمة جدا أن أنا بعارف إيه اللي حطه في الأول وإيه اللي بعده فيه حاجتين ممكن أخلق يعني هقول لحاجة مثال بسيط جدا الشهادات اللي تستخدم في الكواليتي عشان بس المشاهدين يبقوا فاهمين أنا ممكن دلوقتي أنا عايز أملى البراد وحطه على النار وعايز أغسل الكوبايات أمشي إزاي بعض اللي سيقول لك طب أغسل الكوبايات في الأول وبعدين أحط المية على النار طب ليه ما أنت حط المية على النار على بال ما المية تسخن تكون حاجة بتغسل الكوبايات تحط الشاي والسكر أنا هنا أخدت وقت أقل بكتير هي فكرة أحط أولويات أحط الحاجات اللي تمشي مع بعض في نفس الوقت لو أنا شاطر وعندي حاجة اسمها أن أنا مالتي تاسك وأقدر أعمل أكتر من حاجة في نفس الوقت حلو جيت ويمكن الستات متميزين في قصة دي أكتر من رجالة من هما ممكن تقدر بس خلي بالك من حاجة صغيرة لو مش هتقدر تعمل المالتي تاسك بلاش عشان ما تلاقيش الحاجات كلها طلعت بشكل سيء في الآخر ندر آه يس يس هقول حاجة صغيرة كل حاجة في الدنيا ممكن تتعلميها كل حاجة طالما أنا عندي الإرادة أقدر أتعلم أي حاجة هل عندي الوقت الإيه شري الوقت يعني في بعض الأوقات الأشخاص بتبقى مضغوطة جدا في الوقت نتيجة لعدم إدارة الوقت بشكل جيد اللي كنا منتكلم فيها وقتها بقى ننصح أن نحن نوجه الناس أنها تعمل إيه نقول لهم لأ وابتدي يشتغل على مهارتك ولا مش عارف يا دكتور صعب أن نحن نقول مثلا استنى لما بقى عندك وقت فاضي مش دايما الناس بتعرف تلاقي إن عندها وقت فاضي وأول ما بتدخل في دوامة الحياة ما بتبقاش عارفة تلاقي متنفس طيب هقول لحك أجل سوية فإذا إنت الواحد يقدر يتعلم مهاراتك هلو إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا اسمها التسويف التسويف أنا مزنوق خليها بكرة خليها بعد هقول لحك مثال بصيح جدا لو أقرب ما يكون للتأجيل هو التسويف هو التأجيل هو معناه أنا طلبة مني حاجة غلصة شوية أنا مش عايزة أخلصها دلوقت طيب خلينا بكرة هقول لحك أنت حك اتخركت من كلية طيب عايزة تعمل لي ماجستير طيب أستلنا شوية طيب لا مكبر شوية طيب لا مش عارف لا ما تجاوز كل شوية تلاقي المسئولية تبتدت تزيد عليك هقول لحك مثال بسيط جدا إحنا عندنا حاجة لطيفة جدا ممكن توفر لنا وقت كتير نتعلم فيها حاجات متى تخليها اسمها العربية حاجة بتعودي في العربية ساعة مثلا أنت راح الشغل وساعة وانت راجع من الشغل لو أنا أي حاجة أنا عايزة أتعلم إنجلش أنا الإنجلش بتاع وحش هحط شوية محاضرات على فلاشة واسمعها في العربية قادي وقته لكن حك لو هتقوليني مثلا أنا عايزة أطور نفسي فأنا عايز حاجة شهر كمال لا متفرغ مش هتلاقي الشهر ده وبالتالي إيه اللي هيحصل أيو مش هتوصل حاجة الوقت اللي إحنا بنعوده على السوشيال ميديا تتخلي معظم الدراسات بتقول كام من ساعتين لتلات ساعات في اليوم طب الناس بتشتكي إن أنا ما عنديش وقت وبتقعد على السوشيال ميديا من ساعتين لتلاتة في اليوم هم مش وراء بعض هم بيعملوا إيه ربع ساعة دلوقتي خمس دق اللي بتعمليه ده حلق في السوشيال ميديا تقدر تعمليه في حاجة ممكن تبقى مفيدة بالنسبة لك لكن إحنا بنحب دايما نروح للحاجة اللطيفة للحاجة الصعبة نخليها بكرة أو بعد لا إحنا عايزين نتعود وخلي بحكة أنا مش ضد فكرة الترفيه لأنه برضو لو أنا نفسيا كويس هقدر أشتغل كويس فأنا ما عنديش مشكلة ندخل على الحاجة اللي بتبسطني اللي هي السوشيال ميديا بس زي ما بعود مثلا ساعة على السوشيال ميديا خليني أعود ساعة برضو أطور نفسي وأعود ربع ساعة هنا وبعدين أدخل يعني أقدر أعمل ميكس كده ما بين الحاجة اللي بتساعدني والحاجة اللي بتخليني أعمل نوع من التطوير هل في تدريبات معينة لأن أنا أتجنب إدمان السوشيال ميديا؟ طبعا هناك حاجات كتيرة جدا هو السوشيال ميديا مشكلتها الأساسية في إيه إنه حاجة تعودت عليها كهابت لو لقيت حاجة تانية ممكن تبقى بنفس درجة المتع بتاعت السوشيال ميديا يعني مثلا حضرتك بتحب رياضة معينة أنا دلوقتي لو الرياضة دي متاحة قدامي هعمل إيه؟ يعني هقول لك بعض الشباب لو أنت قلت له مثلا إلعبك هو هو بيحب الكرة وقلت له أدخل على السوشيال ميديا يقول لك ألعب كرة طب هو ليه بيدخل على السوشيال ميديا كتير؟ لأنه ربما يكون فرصة إنه يلاقي مثلا ملعب أو يلاقي حد من زميله يشجعه أقول لك مثال تاني الرياضة في ناس بتحب الرياضة بس بتكسل فأسهل و أنا قاعد كده أفتح السوشيال ميديا وأتفرج على الفيسبوك حالو جدا لو أنا زبطت مع حد صاحب أنه يعد علي صاحب جدا رجلي بوقف بره وقوله أنا مش هنزل يعني أنا بعمل إيه؟ بدور على الحاجات اللي تجبرني إن أنا أعمل الحاجة الله أنا ورعليك الحاجة اللي ممكن أبقى مش عايز يعني أضيع وقتي في الحاجة اللي بحبها الله والحاجة اللي بحبها وتكون مفيدة بالنسبة لك وده اللي حيبعدني عن تضيع الوقت في السوشيال ميديا الله أنا ورعليك أو جددش بديل لي طب هو هيعمل إيه؟ هيعمل إيه صحيح؟ هو لازم يقعد قدام التلفزيون أو قدام السوشيال ميديا طب أنا دلوقتي لهو بيحب صحابه ومثلا العيلة فيها شوات أقول لها طب هنخرج ناخد المجوعة هيقول لك هخرج أو هيقول لك هخرج أنا عملت إيه هنا أو جدت له ولو هن يخرجوا ويعودوا يتجمعوا على السوشيال ميديا هما عادي يخلقوا لا أشتطرتك بقى حاولي بقى أن يعني عنها مثلا لو هم دلوقتي قاعدين مثلا في ملايه معينة دا حقيقية حتى في خروج الأطفال والكبار بتلاقي الناس قاعدينوا في التجمع طب النهار دا أول يوم رمضانا هو الناس تشهد علينا شوفوا النهار دا الناس بعد أنا ترمس الفطار حدو هترمس البعض الفطار مجرد ما الشيوعة الحديث المتبادل اختفى على أي حال إحنا عندنا فن كبير جدا اسمه فن قدارة الوقت أو التايم منيجمنت دا أنت اللي تقدر تعمله اعتقادي الشديد أن اللي قاله الدكتور رقفة يوسف خبير التنمية البشرية فحوارنا النهار دا منصب حوالين الإرادة الزاتية أنت لو عندك من جوه إرادة أن تتنظم وقتك هتعمله لو قادر تعمل دا هتعمل لو عايز تعمل دا هتعمل لو عايز تنظم وقتك وتروح تلعب كورة أو تقرأ أو تعمل ماجستير أو تطور نفسك هتقدر لو مش عايز القرار بإيدك أنت وفي النهاية فرمضان فرصة عظيمة جدا أنك ممكن تعمل حاجات كتير رمضان كريم يا دكتور نورتين وشاركتين كل سنة وحدك طيب شكرا للمشاهدة